الفقر والحرب وجائحة كورونا مثلث يفتك بأطفال أفغانستان ملايين الأطفال يتهددهم خطر المجاعة بحسب مؤسسات تعنى بشأن الطفل الأفغاني وفقاً لآخر معلومات لدينا فأن سبعة ملايين طفل يواجهون نقصاً حداً في المواد الغذائية خلال العام الجاري وهذا خطير جداً بالنسبة للأطفال في أفغانستان للأسف أفغانستان من أخطر البلدان على حياة الطفل الطفل لا يحصل على الغذاء الكافي ولا الخدمات الصحية ولا أي شيء من حقه الحصول عليه كطفل معظم الأسر التي نزحت من الولايات إلى كابل هرباً من الحرب أطفالها أكثر عرضة للجوع والمرض في ظل غياب دعم يساعدهم على تجاوز محنتهم مشاكلنا كثيرة وأول ما نعاني منه هو البرد القارس لا نستطيع تدفئة أطفالنا ليس لدي مدفأة بالمنزل توفيت زوجتي وأنا أرعى الأيتام لا أملك نقوداً لشراء وقود التدفئة لم يساعدنا أحد لا الحكومة ولا المؤسسات لا أعرف إلى أين ينتهي المطاف بأطفالنا تدني المستوى المعيشي بشكل عام دفع بمئات الأطفال للعمل في الشوارع وورش عمل واستتوقعات بزيادة نسبة عمالة الأطفال خاصة في ظل الظروف المعيشية المتردية التي تمر بها البلاد وتساعد وطيرة العنف تعتبر أفغانستان واحدة من أسوأ الدول بالنسبة للأطفال فالشقاء الذي يأن الشعب تحت وطأته بسبب الحرب والفقر يتحمل قساوة تابعاته الطفل الأفغاني ولي الله شهين العربية كابل